الكرة دي يا جماعة لا تحتاج الى كل التشكيك اللي حصل لانه حارس مرمى هو مين اللي بيقع وبياخد رجل اللاعب بتاعه حد يقول لي ايوا حضرتك حارس مرمى البلدية اللي بيقع على رجل اللاعب وبياخد رجل اللاعب وبيقع بيها مش رامي ربيع اللي بيزقه وطلع الكابتن ياسر عبد الرقوف على فكرة انا بحترمه هذا الرجل يمكن ما شافش اللقطة دي اعتقد ان لو الكابتن ياسر شاف اللقطة دي هيعيد النظر وانا بتكلم هنا كلام مباشر على كابتن ياسر يعني ما كابتن يعني كلنا بنتكلم وكلنا بنختلف في وجهات النظر ولكن هو يا كابتن ياسر اللقطة دي واضحة جدا يعني لو الحكم مش موجود فيها بعدين قدام الحكم وشايفها كويس بعنيه بس على رأيك ممكن تقول لي ما هو ما شافش الكرة بتاعت اكرم توفيق عندك حق محاولات محاولات غريبة جدا عشان يظهروا ان النادي الاهلي مش يظهروا انا اسف ان النادي الاهلي مش مظلوم كل خبراء التحكيم اكدوا هذا الامر معادي كابتن ياسر عبر اوف ما شافش اللعبة كويس يمكن بعد المباراة مباشرة كابتن ياسر بصوا على اللعبة كويسة كابتن ياسر وشوف اسأل حارس مرمى البلدية وقول له انت خدت رجل اللعيب ووقعته ولا لأ في مثل هذه الامور يا كابتن ياسر لما تيجي تطلع تتكلم يجب ان تكون حريص في كلامك على فكرة لو ليك حق هنسكت مش هنرد ولكن حضرتك اخطأت في هذا الامر هذه اللعبة هدف صحيح مية في المية للنادي الاهلي وبعدين كابتن ياسر لو انت كورتين دول ما جبتهمش ليه ولا حد يقولي يا جماعة انا ما شفتش الفقرة كلها بتاعت كابتن ياسر ولكن حد يقولي يا كابتن ياسر جاب الحاجات دي جاب الحاجات بتاعت اكرم توفيق تاني وبتاعت كهرباء ولو اتكلم عليهم قال ايه والاتنين وارا بعد بالمناسبة ديها 35 و37 حاجة كده يعني